من جاته قال وزير الدفاع البريطاني جراند شابس إن سفينة حربية بريطانية نجحت مع سفن أمريكية في صد أكبر هجوم للحوثيين في البحر الأحمر ووصف الوزير البريطاني هجمات الحوثيين بأنها غير مقبولة وإنهم سيتحملون العواقب حال استمرارها قائلا أن الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر على هذا النحو وكان وزير الدفاع البريطاني جراند شابس أكد أن الفرقاطة الحربية ريشتموند في طريقها إلى البحر الأحمر وقالت شابس إن هدف وجود الفرقاطة العسكرية بالبحر الأحمر مواجهة هجمات الحوثيين ضد السفن وتهديدها للملاحة الدولية وأضاف أن بلاده ستواصل العمل مع أمريكا في قيادة ما وصفه بالاستجابة العالمية وعمل لازم لحماية الاقتصاد ترجمة نانسي قنقر